شارك وزير المانية المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في الاجتماع المتعلق بسياسات الأمن المائي في اليمن المنعقد بمملكة الأردنية الشقيقة ويناقش الاجتماع الذي عقد بمشاركة سفراء الاتحاد الأوروبي وهولندا ونائبة السفير الألماني ورئيس مجموعة تنسيق المانحي للمياه وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة ووكلاء الوزارات المعنية وسفير بلادنا لدى الأردن دكتور جلال فقيرة تناقش التحديات الرئيسية للأمن المائي في اليمن وسلسلة التدخلات الموصة بها للإستفادة منها في المسار المستقبري للبلاد ومناقشة ما تتضمنه المذكرة من محاور ارتباط التنمية في اليمن والتحديات الرئيسية التي تعيق الأمن المائي وتوقعاته المبنية على السيناريوهات وأكد وزير المياه والبيئة على ضرورة أن تسند السيناريوهات المختلفة في هذه المذكرة على القوانين والسياسات الناظمة لقطاع المياه مشيرا إلى أن تحرية مياه البحر أصبح خيار استراتيجي ووحيد لتوفير مياه الشرب الآمنة للمناطق الساحلية ولا سيما مدينة عدن كما أشار الوزير الشرجبي إلى أن تحسين الإدارة وكفاءة الاستخدام للمياه تمثل حجر الأساس في الحفاظ على الموارد المائية من السنزاف مؤكدا على أهمية سمرارها بنفس الزخم السابق ودراسة تعدد مصادر التمويلات نظرا لإزدياد احتياجات التشغيل والصيانة في قطاع المياه اشتركوا في القناة